العلاقات المصرية الافريقية تأتي جوالات رئيس الافريقية في إطار مواصلة تعزيز علاقات مصر مع دول الكارة كما اتحظى القضايا الافريقية لأولوية متقدمة في السياسة الخارجية المصرية وقعت مصر العديد من اتفاقيات التعاون الثمائي واللجان المشترقة مع دول حضنه تركز السياسة المصرية على مشروعات التنمية في افريقيا واستمرار التنصيق والتشاور مع الزعماء الافريقية ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون القائمة لتعظيم المردود المرغو منها الاستثمارات الافريقية في مصر اكثر من ملياري دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وافريقيا نحو خمسة مليارات دولار تستضيف القاهرة العديد من مؤسسات الاتحاد الافريقي مثل مكتب الاتحاد الافريقي لدى جامعة الدول العربية اتحاد الغرف الافريقية وكالة الاستثمار الاقليمية التابعة للخميسة بنك التصدير والاستراد الافريقي مكتب المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا منظمة تضامن الشعوب الأفرو أسيوية الاتحاد الإفريقي لقرة القدم الرئيس السيسي أعلن في يونيو 2014 عن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أبرز مجالات الخبرة للوكالة الدبلوماسية الدفاع والأمن الشرطة ومكافحة الغرائم والإرهاب النقل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرعاية الصحية الزراعة إدارة المياه والري الكهرباء ومصادر الطاقة تصدف مصر مركز القاهرة الدولي لتسوية نزاعات وحفظ وبناء السلام أعلنت مصر في يونيو 2018 الانتهاء من إنشاء المركز الإقلمي لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء أكدت مصر أهمية أجندة 2063 في دعم وتنمية القرة الإفريقية منتدى إفريقيا أحد ركائز الاستراتيجية المصرية في التحرك تجاه القرة سهمت مصر في مشروعات التعاون الثنائية التنموية مثل مشروعات حفظ الأبار الجوفية مشروعات إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار مشروعات تدخير المجاري المائية التدريب وبناء القدرات لرفع جفاءة الكوادر الفنية